بعد سنوات من الإغلاق الإجباري من جراء الأزمة والصراع والحرب وتضرره إثر الغارات الجوية غير المباشرة على أهداف في محيطه عاود المتحف الوطني في صنعاء فتح أبوابه وإن بنحو مؤقت المتحف الوطني تقريبا عشر سنوات مغلق وموسط أبوابه أمام الزوار نتيجة الأحداث والعدوان الغاشم على بلادنا معارض ضمتها صالة العرض في هذا المتحف الأول خصص للقطع التي استعادتها نيابة الآثار والجهات الأمنية منذ عام 2006 وعددها 800 قطعة أثرية بينما خصص الثاني لقطع ممالك الجوف والثالث عبارة عن معرض صور للقطع المهربة والمعروضة في المزادات العلنية الخارجية نوثق هذه القضع من خلال إقامة المعارض ونشرها في الوسائل التواصل الاجتماعي والقنوات العالمية لإثبات أحقية اليمنيين باسترجاع هذه القضع الأثرية على مدى أيام يسجل المتحف توافدا شعبيا لافتا للزوار من مختلف الشرائح والأجيال نزرنا المتحف الوطني لنتعرف على الآثار القديمة الموجودة الآثار السبائية الحميرية أيضا الآثار المهربة تعرفنا على بعض الآثار التي تم تهريبها وأصبحت في المزادات العلنية بعض الطلاب اليوم أتوا إلى هذا المتحف الوطني ليلاحظوا ويشاهدوا ويستفيدوا من هذه الآثار العظيمة يعني نعرف طلابنا ونعرف نحن أنفسنا آثارنا العظيمة وآثارنا الذي نهيبات تاريخ أكثر من ثلاثة آلاف عام من الحضارة يحويه هذا المتحف الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى مطلع سبعينيات القرن الماضي أحمد عبد الرحمن صنع الميادين